أتمنكم سريعاً جداً على تمرينة النهاردة تمرينة قوية جداً أجرها مستر موسماني مستر موسماني يعني بعيداً عن قصة السوبر لأولتر حضرتكم عليها ابتدى يحضر فرقته ويجهزها لماتشر الرجا إن شاء الله يوم 22 تمرينة النهاردة يمكن 3 مراحل محاضرة مستر موسماني استمرت يمكن حوالي رابع ساعة تكلم فيها على أهداف المرحلة الجاية ويكلم فيها على الشغل والتحضيرات والاستعدادات قبل ماتشر الرجا بعد كده كان فيه تمرينة في الجيم كده مدتها حوالي 40 دقيقة وبعد كده تقسيمة استمرت تقريباً لمدة 45 دقيقة وتم تصعيد عدد من النشئين عشان يكمل بهم طبعاً عارفين عدد كبير من لعبة الأهلي عشر لعبة تقريباً غايبين عن فريقنا في الفترة اللي احنا فيها الوقت وهتستمر طبعاً لغاية لما نشوف طبعاً شكل نتمنى إن شاء الله المتخب المصري يوصل لغاية نهاية البطولة خليني أقول لحضراتكم كمان أطمنكم أكتر على طبعاً يعني إحنا كل إصابة بتحصل بداية من حمدي فتحي في أول مطش في مطش لبنان بنحط إيدينا على قلبنا لأن إحنا محتاجين طبعاً كل العناصر دي واحد حمدي أطمن حضراتكم إنه جاهز حمد الله ومتطمننا عليه وإن شاء الله ممكن جداً والد يبقى بيشارك النهار أساسي احتياطي دي قصة مستر كيروش وقراره لكن بالنسبة العلي معلول دكتور أحمد أبو عبلا تواصل مع الجهاز الطبي لمنتخب تونس وقال إنه بيعاني من إجهاد في العضلة الضمة ويعني هيخضع الاختبار النهاردة بالليل عشان يتحدد على أساسه ومشاركته في التدريبات الجامعية أما بالنسبة للمحمد مجدي أفشا فبرضو بقى تواصل دكتور أبو عبلا مع الجهاز الطبي لمنتخب مصر قالوا إنه أفشا بيشتكي من شدة في العضلة الأمامية وهيخضع لفحص طبي كمان 48 ساعة يتحدد على أساسه إذا كان يكمل مشواره مع منتخب مصر في البطولة ولا هيريح لنهاية البطولة على كل أحوال نتمنى السلامة لأتنين من عمد الرئيسية طبعاً للنادي الأهلي في الفترة اللي جاية